إذا كنت تعاني من القلق والتوتر المزمن، فأنت لست وحدك، هذه الحالة قد تبدو كأنها لا نهاية لها، حيث تشعر بأنك في دوامة من الأفكار المتعبة والضغوط المستمرة التي تسيطر على حياتك، لكن لا تقلق، هناك خطوات يمكنك اتباعها للخروج من هذه الدوامة وتحرير نفسك من عبء القلق والتوتر. ممارسات التشافي البدنية والذهنية توفر لك الأدوات التي تساعدك في التحكم بمشاعرك واستعادة توازنك النفسي والجسدي. هذه الممارسات تحتاج بعض الوقت والتدريب، لكنها مفتاح للراحة والسلام الداخلي. أولاً، فهم العلاقة بين العقل والجسد. أول خطوة للتغلب على القلق والتوتر هي أن تفهم أن العقل والجسد مرتبطان بشكل كبير. عندما يكون عقلك مثقلاً بالأفكار السلبية والقلق، فإن جسمك يتفاعل على الفور. ربما تشعر بتوتر في العضلات أو زيادة في ضربات القلب، أو ربما حتى صداع مستمر. هذا ليس مجرد صدفة، بل هو دليل على أن ما تمر به عقلياً يؤثر بشكل مباشر على جسمك. وبالمثل، عندما تهمل صحتك البدنية مثل قلة النوم أو سوء التغذية، فإن حالتك العقلية تزداد سوءاً. التغذية السليمة والراحة الكافية تساعد عقلك على العمل بشكل أفضل وتخفف من حدة التوتر. لهذا من المهم أن تعمل على تحسين كل من صحتك العقلية والجسدية في نفس الوقت. ثانياً، التأمل والتنفس العميق، مفاتيح للهدوء الداخلي. واحدة من أفضل الطرق لمواجهة القلق والتوتر هي التأمل والتنفس العميق. هذه الأدوات بسيطة، لكنها قوية للغاية في تهدئة العقل والجسم. عندما تشعر بالتوتر أو القلق، قد يكون عقلك في حالة سباق مستمر، مما يزيد من مشاعرك السلبية. التأمل يساعدك على إبطاء هذا السباق ويعيدك إلى اللحظة الحالية. ابدأ ببعض الدقائق كل يوم. اجلس في مكان هادئ وأغلق عينيك. ركز على تنفسك، خذ شهيقاً عميقاً ببطء من الأنف، ثم ازفر ببطء من الفم. هذا التمرين يساعد على تهدئة الجهاز العصبي ويخفف من التوتر النفسي. قد لا تلاحظ الفرق على الفور، ولكن مع الممارسة اليومية، ستشعر بتأثيرها الإيجابي على حالتك النفسية والجسدية. ثالثاً، ممارسة الحركة الجسدية لتحرير التوتر. الحركة هي واحدة من أفضل العلاجات للقلق والتوتر، فعندما تكون في حالة من القلق المزمن، قد تشعر وكأن جسمك يتجمد أو يتوتر باستمرار. ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني، كالمشي أو الرقص، هو وسيلة فعالة لتحرير هذا التوتر. ليس من الضروري أن تمارس تمريناً مكثفاً، حتى المشي البسيط في الطبيعة يمكن أن يجدد طاقتك ويخفف من الضغوط النفسية. الحركة الجسدية تحفز إفراز الهرمونات الإيجابية مثل الدوبامين والسيروتونين، والتي تحسن من مزاجك وتساعد في تخفيف مشاعر القلق. ابتأ بشيء بسيط وتدريجي، مثل القيام بنذهق قصيرة كل يوم، أو ممارسة تمارين تمدد بسيطة. الأهم هو أن تجعل الحركة جزءاً من حياتك اليومية. رابعاً، التغذية السليمة لتحسين المزاج. ما تستناوله من طعام يؤثر بشكل كبير على حالتك النفسية. الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية تدعم صحة عقلك وجسمك وتساعدك على التعامل مع التوتر بشكل أفضل. بالمقابل، الأطعمة المليئة بالسكر والكافيين قد تزيد من حدة التوتر والقلق. حاول إضافة الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل السمك والمكسرات، ولا تنسى الخضر والفواكه في نظامك الغذائي. هذه الأطعمة تساعد في تحسين حالة مزاجك وتعزيز طاقتك. كما يجب أن تقلل من تناول المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين بشكل مفرد. خامساً، النوم الجيد هو أساس التشافي. قد يكون النوم الجيد أحد أكبر التحديات التي تواجهك عند التعامل مع القلق والتوتر المزمن. الأرق وصعوبة النوم هما مشاكل شائعة للأشخاص الذين يعانون من التوتر. لكن النوم الجيد مهم جداً لصحتك الجسدية والنفسية. أثناء النوم، يقوم الجسم بإصلاح نفسه والعقل يعيد تنظيم نفسه، مما يساعد على الاستيقاظ بشعور من الانتعاش. حاول إنشاء روتين للنوم. اذهب إلى السرير في نفس الوقت كل ليلة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل. من الجيد أيضاً أن تقوم بخلق بيئة هادئة ومريحة في غرفة نومك، مثل استخدام إضاءة خافتة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة. القلق غالباً ما يكون نتيجة للأفكار السلبية المتكررة. عندما تجد نفسك غارقاً في دوامة من الأفكار السلبية، قد يبدو من الصعب الخروج منها، لكن يمكنك البدء بتحدي هذه الأفكار. اسأل نفسك، هل هذه الفكرة حقيقية؟ أو هل هناك دليل على أن ما أخافه سيحدث حقاً؟ قد تكتشف أن الكثير من مخاوفك غير مبررة، وأنها مجرد نتاج لعقل يشعر بالقلق. تدريب عقلك على التفكير الإيجابي قد يستغرق وقتاً، لكن مع المثابرة، يمكنك تعلم كيفية إعادة توجيه أفكارك نحو الأمور الجيدة. سابعاً، الإمتنان والوعي باللحظة الحاضرة. إحدى الطرق الفعالة لتخفيف القلق والتوتر هي ممارسة الإمتنان. عندما تركز على الأشياء الجيدة التي تمتلكها في حياتك، فإنك تبدأ في تقليل قوة الأفكار السلبية. خصص وقتاً كل يوم للتفكير في الأشياء التي تشعر بالإمتنان لها، حتى لو كانت بسيطة، مثل شروق الشمس أو فنجان القهوة الصباحي. كما يمكنك ممارسة الوعي باللحظة الحاضرة، بدلاً من التفكير في الماضي أو القلق بشأن المستقبل. ركز على ما يحدث الآن. هذا النوع من التركيز يحزز الشعور بالسلام الداخلي ويقلل من القلق. ثامناً، طلب المساعدة عند الحاجة. لا تكن متردداً في طلب المساعدة عندما تشعر بأن القلق والتوتر يتجاوزان قدرتك على التحمل. التحدث مع شخص موثوق أو الاستعانة بمختص نفسي يمكن أن يوفر لك الدعم العاطفي والإرشاد الذي تحتاجه. أحياناً، مجرد التعبير عن مشاعرك لشخص آخر قد يجعلك تشعر بالارتياح. لا تخجل من طلب المساعدة أو الحديث عن مشاعرك، فأنت لست وحدك في هذه الرحلة. تاسعاً، الصبر والمثابرة هما المفتاح. التحرر من القلق والتوتر المزمن ليس شيئاً يحدث بين ليلة وضحاها. قد تكون هناك أيام تشعر فيها بتحسن، وأيام أخرى قد تشعر فيها بأن الأمور تزداد سوءاً. المهم هو أن تستمر في المثابرة والصبر. مع مرور الوقت، سترى تحسناً في قدرتك على التعامل مع مشاعرك وتحقيق التوازن الجسدي والنفسي. في النهاية، أنت تمتلك القوة لتغيير حياتك، وللتغلب على القلق والتوتر المزمن. صحيح أن الطريق قد يكون طويلاً وصعباً في بعض الأحيان، لكن تذكر أن كل خطوة تخطوها نحو التشافي تجعلك أقرب إلى السلام الداخلي. ابدأ بتبني هذه الممارسات البدنية والذهنية في حياتك اليومية، سواء كان ذلك من خلال التأمل، التنفس العميق، أو حتى تحسين عادات نومك وتغذيتك. كل هذه الخطوات الصغيرة تحدث فرقاً كبيراً في تحريرك من القلق، وبناء حياة أكثر توازناً وراحة. التحرر من القلق هو عملية تستمر مدى الحياة، لكنك الآن في طريقك نحو حياة أكثر هدوءاً وسلاماً.